مصر طارق خدتني على طول كده ودخلنا في كاس العالم الدين انا كنت عايز تقالك لاو على كاس العالم اليد واحد من اهم الاحداث الرياضية اللي مصر بتستقبل بيها سنة جديدة وبتقدم صورة في الظروف طبعا انت عارف الظروف صعبة جدا وستثنائية جدا بيبروا بيها العالم بسبب فيروس كورونا ورغم كده مصر الحقيقة بتستضيف يمكن البطولة الاكبر على مدار التاريخ كله 32 منتخب لأول مرة بيشاركوا في بطولة عالم لكورة اليد وما اعتقدش انه ده يحصل تاني انه حسب معلوماتنا اللي عرفناها اليومين اللي فاتوا انه بعد كده هيفضل 32 منتخب بيشاركوا بس دايما البطولة هتستضيفها دولتين احنا منكلم او اكتر من دولة او اكتر من دولة يعني فيهمني اعرف طبعا رأيك في البطولة دي توقعاتك ليها ايه توقعاتك كمان للمنتخب المصري اللي بيلعب بطولة على ارضه ممكن يوصل لغاية فين شوف في البطولة كاس العالم لكورة اليد الحقيقة بطولة يعني لا ينظمها الا قدرات المصريين يعني مش عايز اقولك ان لو كتب البطولة دي حتى في اي حتة في اوروبا دولتي دخلنا في مشكلة ان ممكن البطولة تتأجل ممكن البطولة تتلغي ممكن يحصل مشاكل لكن مصر خادت على عتقها حاجتين اولا انها تستضيف 32 فريق ده عدد كبير جدا زي كاس العالم لكورة القدم نفس العدد فأخر نسخة كتب 24 كانوا بيتقسموا 4 مجموعات كل مجموعة فيها 6 من الدور الاول لكن لاول مرة هيبقى 8 مجموعات كل مجموعة فيها 4 واللي هيصعد التلاتة الاوائل يعني مش اتنين تلاتة هيعملوا 24 يتقسموا مجموعة تاني تمام فطبعا نظام بطولة صعب جدا منافسة قوية جدا كل الدول الكبرى موجودة ثم التحدي الخاص جدا عند مصر ان زي ما استضافنا كاس الأمم الأفريقية في 2019 وانا اقول تساعتها ان من الصعب جدا ان في دولة أفريقية هتعمل لعملنا في 2019 حقيقي ملاعب والله مش بس أفريقية كمان دكتور طار يعني الحقيقة انا في ناس كتير جدا قارنت وبدون مبلغة تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا بيكاس العالم فروسي بالزبط حقيقي والله بجد كلماتك مش مصريين فعلا احنا وسائل أعلام دولية يعني